السلام عليكم شباب معكم وخوكم جهاد اليوم سأتكلم عن Call of Duty Advanced 4 Fair و سأعطيكم رأيي في اللعبة قبل لا تنزل وقبل لا ألعب اللعبة أساسا يعني إذا أنت تشوف هذا الفيديو بعد ما نزلت اللعبة انسى سننزل فيديو ثاني أعطي رأيي في اللعبة بعد ما تنزل فاليوم اللي سأتكلم عن عدد أشياء الأشياء اللي حبيته والأشياء اللي لا حبيته في اللعبة و سأبتدي بشي ما فهمتي إلى اليوم أغلب الناس تتكلم في الكومنت و ولا في التويتر أن لعبة Call of Duty Advanced 4 Fair مشابهة للعبة Titanfall أنا ما أشوف أي وجه مقارنة يمكن الناس تفكر أنه بس أنه فيها Double Jump في Advanced 4 Fair مثل Double Jump في Titanfall يعني ما نحن النسخة واللعبة منهم أنا أبدا أعارض على هالشي و ما أشوف أن هذا الشي في تشابه لأنه فيه ألعاب وايد قبل مثلا هيلو عندك ولا دستيني كلهم كانوا في التطوير قبل لعبة Titanfall و يعني و في كلهم فيهم Double Jump يعني ما أشوف أنه أي مشكلة موجودة Double Jump في Call of Duty أو منسوخة من Titanfall و الشي الثاني أنه غيروا في Advanced Warfare الشكل كبير مطبع سلاج هامر سوت شي خرافي بإضافتهم إلى الاسكا سكيلتون أو الابلتيز اللي حق اللاعبين مثلا تروح يمين سريع أو داش لفت أو رايت أو دابل جمب أو بوست أو هافر هذي كلهم الحركات اللي ضافوها على اللاعبين أو على اللاعب نفسه يعني غيرت أسلوب اللعب كامل خلت اللعب أسرع بحيث أنه يكون فيه أكشن أكثر في اللعب فيه حماس أكثر و في نفس الوقت إنه ما يكون مرة سريع زايدة بحيث أنك ما يمديك تشوف اللصاير حواليك يعني هذا الشي أنا أعطيه السراحة سلاج هامر تصفيق كبير مني سوت شي خرافي خلت اللعب تصير سريع أكثر طبعا هذا الرأيي أنا شفته من الفيديوهات اللي شفته أكثر من سبع ساعات أو ثمان ساعات راح أحطوكم بعض الروابط تحت في الديسكريبشن تشوفوا أن اللعب محترفين بين فريقين يعني و من الجديد يعني حبيت هذا الشي اللي سوى و عندك شي بعد خلوه خرافي الانيميشن عندك لما يضرب السكين موزيك غوست يتشوف يرفع السكين و يطعن اللاعب على ما يروح للي بعده هذي كان مات من زمان إذا كان موجودين اثنين تقتل واحد ثاني يأمل بما راح يقتلك بس في أدبانس ورفير هذا الشي ما أتوقع راح يأثر عليك لأن بوكس الخرافي يخلي بسرع يموت يتروح للي بعد تتفاهم معه يعني هذا الشي حبيته والشي اللي حبيته أكثر بعد انك ما تموت سريع مثل غوست اللي لعب غوست و ختم غوست يعني لعبت أكثر من عشرين يوم يعني و ما تموت سريع تقريبا الإحساس مشابه إلى Call of Duty Black Ops 2 إحساس موت يعني ما تموت سريع مرة فاللي ختم زي ما قلت لكم غوست راح يعب يفهم قزة ايش يقصرني يموت سريع فالشي اللي عجبني بعد و اللي سووه سلاج هامر انه سمعت الناس و شافت الاشياء اللي تحبها الناس و حطوها في اللعبة مثلا رجعوا الاسلوب القديم في المابات الثلاث خطوط او الثري لينز مثلا عندك الستاند اوف ولا رايد في Black Ops 2 ثلاث خطوط فيه في الوسط وفيه على يمين وعلي سهر طبعا في كل وجهة فيه اشياء مختلفة بس ان اسلوب المابات الثلاث خطوط هذا اسلوب المحبب للناس اكثر شي يمديك تحشر فيه و يمديك تتحرك في المابات بسهول بحيث انك ما تموت إلا خاصة يدور على نيوك ولا يبغي يطلع فوق عشرين ثلاثين بدون ما يموت هذا افضل مابات موجودة حق تسوي هذا الشي و عندك بعد رجعوا المودات القديمة مثلا هارد بوينت رجعوا عندك سكابشة فلاق هذين الطورين مهمين رجعوهم في اللعب وهذا راح يعطيه دافع معنى الى الناس ان ترجع تلعب بكولف ديوتي لانه على اخر فترة قوس تنزل مستوى الناس بشكل كبير مرة و اضافوا بعض اطور جديدة مثلا عندك الابلينك اللي تمسك كورة تجري فيها وتحطها في المرمى بشبك هذا الطور مرة عجبني ما راح تخيفي في التفصيل راح اطلوكم فيديو تحت عنه حق تشوفونا راح اكتب عليه ابلينك ولا اي راح اكتب علي ابلينك عشان تشوفونا و رجعوهم اسلوب بيك 13 فوريو كلاس زي بلاك اوبس 2 انك تختار بلاك اوبس 2 كانت 10 نقاط هذا ادفان سورفير 13 نقطة ينبيك تختار 13 نقطة حق تسوي كلاس الواحد وهذا الشي مرة ممتاز مثلا غوست موجود بركات بالهبل مر بركات اشياء بعضها مال هداعي و اشياء مهمة بس لا تستخدم تقريبا من 15 الى 10 والباقي تقريبا كلهم ترميهم بزبالة ما حين يستفيد منهم فان هذا الاسلوب يرجعو بلاك اوبس 2 كان شي خرافي يعني سمعت سلاج هامر الناس ايش حبت وجابته يعني اعطيها والله تصفيقة تحية كبيرة والله سلاج هامر اتوقع انها افضل شركة سمعت للناس وحطت الاشياء اللي يحبونها في اللعبة وهم ضافت عليها اشياء جديدة مثل كليستريك خلوا عندك اربعة كليستريك ولا تحط اتلاشمت على كليستريك هذا الشي اول مرة نشوف في كل فيديوتي مرة في التاريخ يعني ما شفناه من قبل مثلا عندك ال تبغى تزيد 15 نقطة او ان تخليه مثل السابورت لما تموت اهم يعطيك مرة تلوحي الكليستريك اللي بعده او ان فيه الكليستريك يا الله خلنا نتذكرها ايه اثنين يستخدمون كليستريك واحد مثلا تركب مثلا شوبر قنر واخد تقدر واحد من اخوياك يركب معاك هذا مرة الشي خرافي يعني يخليك واحد يشتغل على الكليستريك وواحد يدعمه وثنهم يشتخدمون كليستريك يعني مرة شي يخلي تعاون اكثر وتقريبا هذا كل شي اللي حابيت اتكلم في الفيديو ما حابه اطول عليكم راح نزل فيديو ثاني بعد ما تنزل اللعب وطبعا في هاد شروحات و اشياء ثاني عن اللعبة واتمنى اعجبكم مشابوا بالفيديو وما اطولت عليكم اذا عجبكم او استفلت شي لا تنسى تدعم القناة باللايك فايفورت وسبسكرايب وتقدر تابعني على تويتر وتعندك بعد رابط و تويتش اصليو لايف ستريم مويد حق كلفة و دي غوست اللعب مختلف ووائد واشوفكم على خير ان شاء الله المقطع الجاي وانتمنى ما اطولت عليكم وانتمنى ما اطولت عليكم سلام عليكم